بيقول بقى انه انه البديل هو عن الديمقراطية السلطوية او الاستبداد وبيقول ان النظم المستبدة متنوعة تتفاود في ما بينها في نظام مستبدة اوي وفي نظام تلتة اربعة لكن بيقول حاجة مهمة جدا بيقول انه من امريكا الى الفلبين الى بولندا الى البرازيل هناك نموذجان غير ديمقراطيين يمكن التعرف عليهم بسهولة طبعا مصر والدول دي مش دخلة في النظم اصلا الاول هو الاستبدادية الانتخابية الناجم عن الانتخابات يعني هو بييجي بانتخابات وهي التي يصل من خلال الحاكم الى السلطة عبر الانتخابات ولكن ها قد تكون انتخابات مضروبة او تكون ساحة التنافس بين من يشغلون المناصب ومعارضيهم غير نزيل يعني يجرى اللعب في الانتخابات ليستخدم السندوق عشان ينتج لو هو عاوز ينتجه وبالتالي يعمل الانتخابات زي بتاعة الفتاح السيسي كده مفيش لها منافسين ولا بتاع او ولا ناخبين يجيب تزوير دي نوع بيقول النوع التاني هو الديمقراطية غير الليبرالية اللي هي الديمقراطية بس ما فيش فيها حريات يعني غير الليبرالية يعني مش اقتصاد سوء ولا فيها جزء من الديمقراطية عملية السندوق والفرز والاصوات والحريات وكان ده وهي التي يفوز فيها الحكام ثم يقومون بإساءة استخدام السلطة والإساءة الى الأقليات المختلفة النوع الاولاني بيحددوا الكاتب وده مقال مهم جدا وهنشره لكم كاملا على الصفحة ان شاء الله غدا بإذن الله النوع الاولاني اللي هو الاستبداد المنتخب بيقولك ايه انه ان شاء الله رب العالمين طبعا زملائي بيفكروني بيقولوا انشره بكرة ان شاء الله جزاكم الله خير النوع الاولاني اللي هو الاستبداد المنتخب عنوانه تفعل ما تشاء لكي تفوز بالانتخابات يبقى عنوان يبقى الديمقراطية بشكلها الحال بتنتق حكتين ناس بتنجح بأي وسيلة لكي تنجح والنوع التاني اللي هو الديمقراطية غير الليبرالية هو افعل ما تشاء بعد ان تفوز طبعا في مصر عندنا النوعين الحمد لله تفعل ما تشاء لكي تفوز وتفعل ما تشاء بعد ان تفوز السيسي جيه بعد ما فاز عمل انتخابات مزورة ومضروبة ومش نازية وبدون مرشحين قصاده وجيه عاوز يعبد في الدستور ده كلام مهم دي سخافة يا جماعة لازم نعرفها لوحد يقولك احنا عندنا دي مخرة لا احنا ماداش ايه حاجة ده الراجل ده النزامين عندنا سيسوكراسي سيسوكراسي حلوة سيسوكراسي ايه حاجة كده ايه على المقاس بالزبط بيقول اهو ده هو كاتب حتى هذا الكلام واحيانا يقوم الزعماء والحكومات المنتخبة بمسج الامرين اهو والله هو اللي كاتب كده في المخالة في زمن تآكل الديمقراطية وممكن ان ترى نوعا بدون الاخر طيب ما الذي يجري؟ لو انا رحت لترامب هتلاقيه استخدم الروس واستخدم الفيسبوك وتحليل المعلومات والعنصرية لكي يصل الى السلطة كويس ثم لما وصل الى السلطة بس امريكا الديمقراطية الليبرالية هو عاوز يعملها ديمقراطية غير الليبرالية يتحكم هو في الدخلية والخارجية والدفاع والامن القومي والمواصلات ويقود امريكا بتغريدة الفرق بين هذه الوحوش اللي هو الاستبداد المنتخب او اللي بسموها السلطوية المنتخبة او النوع التاني اللي هو الديمقراطية غير الليبرالية انه في النوع الاولاني لاستبداد المنتخب يكون نتاج عمل حزب عنده حزب ازاي الحزب الديمقراطي كده بيعمل هكا ده اما النوع التاني في الديمقراطيات غير الليبرالية وهذا المصطلح سكه فريد زكريا تم تطبيقه من قبل فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر فهو مشروع الفرد المتعطش الى السلطة عشان كده المجر فرد شوي الاتبداد المنتخب يستخدم كل ما في وسعه لإسخاط المرشحين اللي قابلوه لازم يسقطوا دول لازم يسقطوا تدفع رشاوة رز تقلية بطاطس أمل انت عاو سعيني في الديمقراطية غير الليبرالية يتم الاعتداء على الاقليات وعلى المؤسسات الديمقراطية التي قد يراها الرئيس المنتخب تحد من صلاحياته أمريكا بيلعب في كل المؤسسات عاوز يقفل الدعم الحكومي للحكومة يعني عاوز يقفل الحكومة ويقفلها وقالك مش هندفع فلوس للحكومة الانتدرالية ولا نأمل أي حاجة وعاوز ابن سور يقول لك مالكش دعوة أنا عاوز ابن سور شمعني عفدت أساسي بانا عاصمة إقدارية جديدة أنا عاوز أعمل سور أنا عاوز أعمل سور هو يعني نفس الشيء هو النجحة بس بعد النجح يريد تغيير النظم التي تحد منه تيجي تروح للبرلمان يقول له المجلس النواب لا تقول له انت عليك فلوس مش عارف ايه تعمل له تحقيقي يقول لك لا أنا أنا كويس وزي الفل شوف الكلام المتنقي يقول لك في هذا المقال ان الاستبداد المنتخب ده اللي هو عمل صندوق وعمل منظر يغش ويخدع ويخدع الناس حتى لا يفقد السلط انتو نور قنين انتو هتعمل انتو هتصوت كلام حقيقي من القلب يمشي على النظام في مصر بينما غير الليبرالية بتقوم بتكسير وتحطيم كل القواعد وليها وتطوعها حتى لا تصبح سلطتها محدود احنا في مصر بيعمل ايه عمل كل شيء عشان يوصل بما في ذلك الانقلاب وعمل سنديق بعد الانقلاب وشكلها قلو وصور يا جدع واما عارفين ومعا عارفين وبعد ما صور قال لك هنغير فين في الدستور وبعدين هقول لكم حاجة اي حاجة عملوها بدون دراسات جدوى عارف الكلام ده معناه مفيش منقصات عارف معناه ايه يعني الشركة اللي شوفها تعدي وتخش يعني لما ما ميش يحلم يعمل تفريعة تالتة يعملها بعون الله بعون الله والسيسي يقول له توكل على الله يقول له عليه على التلفون طب دي دولة لا هو بيحد بيشيل كل الحواجز التي تقف حائلا بينه وبين انفراضه بالسلطة عفتاح السيسي قال اي موظف كبير اعمل اي حاجة مش حاسبه لذلك لم يحول مسؤول واحد عن الفساد الذي حدث في عهد السيسي في اي مشروع لا كامل الوزير اللي اتأخر ولا الميت مليار بطوعه ولا اصامة عسكر ولا اي وزير حوسب ليه لانه وقع على اي اتفاق بما في ذلك بيع قناة السويس وميناءها لدبي لا احد يعرف عنه حاجة ولا احد توفيه حاسب ده بقى جاب جاب كله فانا الدولة والدولة وانا فهم بيكلموا عين عن الديمقراطية اللي هنفئدوها وما اللي احنا بتتكلم عن ايه هنكلمش عن حاجة احنا هوى احنا بلاد ليس لدينا اي شيء على الاطلاق لدينا كل مساوئ الغرب و مساوئ التجربة الغربية اللي انتجد عبر الصندوق ناس زي ترامب واللي انتجد ناس زي اوربان بتاع المجر وبتاع المجر ده في يوم الايام قال لي عفتاح السيسي عسكري هو اللي بيقود الدور ده كلام كلام بطيخ يعني بس ده اللي حصل